الحياة أكثر هدوءاً؟ يعني بس الهدوء مش مع الهدوء قوي ولا صخب قوي يعني ما قلتش ما قلتش محتاج تريح من الدوشة والتعب والجهات؟ اه طبعاً بتحتاج تريح بس مهما كان مهما حصل شغلك هو هدوءك وهو حياتك وهو كل حاجة بالمناسبة أنا شفتك لما كنت شغال في جهاز برادلي وجهاز خلو سكروش ودايماً انت شخص هادي يعني في الوقت اللي الدنيا كلها ولعة فيها وسخنة والناس بتتنرفز والناس بتعصب وداي بيشتم وداي بيش عارف ايه هادي انت؟ ازاي بقى بتعرف تفصل مع الضغط النفسي ده كله؟ والله ما يعني بحاول بشوف ناس كتير وحاول اتعلم من ده ومن ده ومن ده وشوف اللي بتنرفز بيكون في ايه الوضع انا مقتنع تماماً انه الهدوء يخليك تفكر اكتر وانت شغلتك محتاجة طول الوقت التفكير حتى يعني اصعبها طبعاً اثناء ادارة الجيم يا ودايماً المدرب بيبقى تحت ضغوط كتيرة جداً جداً وفي حاجات كتيرة جداً اللي بيتفرج مش عارفها صح في حاجات كتيرة جداً فانت بتفكر في كل ده لو ما عندكش هدوء انا موجهة نظر يعني مش هتعرف تطلع كل حاجة لكن مش الهدوء القاتل يعني الهدوء لازم طبعاً هتبقى منفعل مع الاحداث يعني صحيح وبالمناسبة انا برضو عشرتك في فكرة التعامل مع الاعلامة انت دايماً بتعامل مع الاعلام بشكل رائع جداً يعني الصحفيين المقدمين البرامج كل من في الميديا يعني بيحب الكابتن دية علماً وانه انت برضو مش من الناس السهلة تطلع معلومة يعني دايماً الاعلامة والصحفي يحب الراجل اللي يطلع معلومات بس انت عندك زكاة برضو في التعامل مع الاعلام بشكل كويس اه التعامل مع الاعلام في ناس بتدرسه يعني انا بقولش انها درسته لكن مقول الهالي الكابتن جهري الله ارحمه لما جيت أشتغل في التدريب قال لي من أهم الأساسيات ده كمان قبل ما يكون فيه إعلام الشارس الظلوقتي إنك تكون بتعرف تتعامل مع الإعلام ولأوقات اللي بتكلم فيها وتقول إيه وتحجب إيه وتبعث لسالة إزاي كل الحاجات دي تعلمتها من كابتن جوهري بصراحة وهو كابتن جوهري يعني مش مدرسة جامعة في الحاجات دي تعامل جماهيري زكي جداً تعامل إعلامي زكي جداً تعامل مالي أنت ما جيب سرط المالي ليه دي بقى كلاش الأسئلة الخبيثة دي خالص نحن عادي عم سرعة الصدق الصدق يعني على قد ما أقدر أنا ما بقولش إن أنا يعني مش عايز أطلع لهي المثاليات الكبيرة أوي كلنا فينا عيوب وكلنا لكن على قد ما أقدر بحاول أقول الحاجة اللي أنا مقتنع بيها تماماً في أي موضوع سواء مع أو ضد بطرح أطرحتي بموجهة نظري بمصدقية ما بحاولش إن أنا أتجه للإصارة أو أتجه لإن أنا أخب معلومة أو الحاجات دي كلها لكن لو معلومة لازم تتقال هقولها ولو مش هتتقال ما أنت عارف بقولك يا كريم بلاش نتكلم في القصة دي بلاش نتكلم في القصة دي